ما نشهده من بيئة تضخمية حول العالم يدفع المستثمرين للاعتقاد بأن البنوك المركزية قد لا تكون قادرة على كبح هذا التضخم ليس على الأقل في أي وقت قصير هذا إلى حد كبير ما يدفع بعوائد السندات عالميا إلى الارتفاع اليوم سنتحدث عن أبرز ثلاث أنواع من السندات إذا صحى التعبير السندات الأمريكية اليابانية والأوروبية الأبرز هو بداية ما شهدناه بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات والتي وصلت لأربعة فاصل تسعة عشر في المائة عموما هذه المستويات تعتبر الأعلى بالعودة حتى العام الفين وثمانية ما الذي دعم الصعود إلى هذه المستويات هو الرهان بأن الفيدرالي الأمريكي هو من أكثر البنوك المركزية تشددا في السياسة النقدية البيانات التي شهدناها من الاقتصاد الأمريكي آخرها كان السي بي آي الذي أظهر بأن التضخم لم يصل حتى الآن إلى البيك وبالتالي هذا ما دعم هذه العوائد للصعود ولكن إذا ما نظرنا على المنحنة العائد الأمريكي الأبعد يعني قارنا ما بين عوائد العشر سنوات وثلاثين عاما نلاحظ بأنها فلات أو أنها متسطحة بمعنى أن حتى عوائد الثلاثين عاما تتداول عند مستويات الأربعة أربعة أربعة فاصل خمسة في المئة تقريبا وهذا يعني بأنه قد يكون لدينا وصول للسقف أو للسي لينغ بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية ولكن ماذا يحدث أيضا بالنسبة لعوائد السندات الألمانية المستثمر اليوم في الأصول الأوروبية تحديدا في السندات الألمانية يراهن على أن الـ ECB أو البنك المركزي الأوروبي سيكون مجبر على البدء بما يعرف بـ Quantitative Tightening وبأنه ستكون لدينا وطيرة أسرع لتجديد السياسة النقدية كان لدينا مزاد من البنك المركزي الأوروبي لبيع 1.8 مليار يورو من السندات الـ Bit to cover ratio على هذه السندات كانت مرة واحدة فقط هذا المستوى هو الأقل تاريخيا السبب هو بأنه بداية المستثمر يراهن على أنه سيكون لدينا بداية لما يعرف بـ QT وثانيا هو لأنه اليوم المستثمر بات لديه متطلبات معينة بما يتعلق بحيازة السندات عندما ننظر لعوائد السندات الألمانية هي عند المستوى الأعلى أيضا حتى بالعودة لعشر سنوات سابقة والسبب في ذلك هو أيضا مخاوف المستثمر من وطيرة تجديد السياسة النقدية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي القصة بالنسبة لليابان مختلفة لأنه البنك المركزي الياباني هو من أكثر إن لم يكن الأكثر البنوك المركزية تساهلا في السياسة النقدية ولكن عندما ننظر لعوائد السندات العشر سنوات دائما نذكركم بأنه مستوى 0.25% هو مستهدف البنك المركزي الياباني يعني هو يقوم بعمل استراتيجية تعرف بالتحكم بمنحن العائد وبالتالي في كل مرة نشهد أي اختراق لهذا المستوى صعودا يتدخل البنك المركزي الياباني ويشتري السندات في جلسة اليوم شهدنا صعود فوق هذه المستويات بالنسبة للعائد وهذا ما دعا البنك المركزي الياباني للحديث عن شرائه 250 مليار من السندات اليابانية وذلك للضغط على العوائد لتتراجع بكل الأحوال لدينا اجتماع للبنك المركزي الياباني خلال الأسبوع القادم علينا أيضا أن نركز عليه وخصوصا حتى عندما ننظر لما يحدث بالنسبة لليان مقابل الدولار الأمريكي أكثر من مرة لمسنا عتبة 150 وهي العتبة بحسب الكثير من المحللين التي يتدخل عندها البنك المركزي الياباني لحماية اليان من المزيد من التراجعات ترجمة نانسي قنقر